السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع اليوم حصلت أشياء غريبة عجيبة أحدها دليل على قرب قيام الحرب العالمية الثالثة والذهب وصل لأعلى قيمة إلا بالتاريخ يعني اليوم وصل الذهب لسعر مرتفع ما وصل بتاريخه وهناك أيضا شيء غريب جدا وهو أمر القاء قبض بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهذا الأمر صادر من المحكمة الجنائية الدولية ورغم أن الأمر هو رمزي للروسيا ما عدا تعاون مع المحكمة الدولية ولكنه يوصل لك فكرة إلى أي مدى الوضع خارط الآن عالميا وإلى أي مدى الأمور متدهورة ومصخمة بين الغرب والشرق وإلى أي مدى عالمنا منقسم بالوقت الحالي سبب أمر الاعتقال هو تهمة خطيرة جدا تم إثباتها بالأدلة والتهمة هي أنه روسيا بحربها ضد أوكرانيا قامت بأخذ أطفال أوكران من منازلهم وأخذتهم إلى الأراضي الروسية من دون ذويهم أو من دون علم ذويهم أو يعني رغم معارضة ذويهم وحسب دراسة عملتها جامعات أمريكية عديدة فإن عدد الأطفال اللي أخذتهم روسيا من أوكرانيا عددهم ستة آلاف طفل الحكومة الأوكرانية تقول أن هذه الأرقام هي مغلوطة والعدد الحقيقي هو ستة عشر ألف طفل أو ستة عشر ألف طفل من ناحية أخرى هناك تطورات أوروبية خطيرة جدا بعد أن أعلنت بولندا أن الدفعة الأولى من الطائرات الحربية اللي راح ترسلها إلى أوكرانيا تخيلوا الدعم تطور وسيصل إلى الطائرات الحربية ربما بيوم من الأيام يصل دعم نووي بهذه الحرب الآن دولة أوروبية أخرى بحلف الناتو تعلن أنها راح تسلم الأوكران أيضا طائرات حربية مقاتلة من نوع ميك 29 والدولة هي سلوفاكي راح تسلم ثلاثة عشر طائرة مقاتلة من هذا النوع رئيس سلوفاكي اللي هو إدوارد هيقر إدوارد هيقر عفوا اسمه برر ما ستفعل بلاده وقال أننا نفعل أو يعني نسير بالطريق الصحي بمساعدتنا لأوكرانيا لأجل الدفاع عن نفسها وزير دفاع سلوفاكي اللي هو يوروسلاف ناد هذا الرجل قال أن بلاده تتلقى أموال من الاتحاد الأوروبي قدرها 200 مليون يورو ومن أمريكا قدرها 700 مليون يورو بالإضافة إلى أسلحة وأعتدام مختلف الأنواع والأصناف لكي تقدمها إلى أوكرانيا بمساعدتها يعني التوجه الأوروبي الحالي للدول اللي تعطي سلاح لأوكرانيا أنه الدول الأوروبية تعوضها بالمال يعني ما رح تصرف شي من جيبك إذا ساعدت أوكرانيا روسيا حتى الآن قدمت رد رسمي أولي عبر متحدث باسم الكرملين هو اسم ديمتري بيسكوف مفادر رد أن اللي تسوي بولندا وسلوفاكيا هو دليل على أن دول الناتو تدخل بهذه الحرب بشكل مباشر وأن هذه المعدات والأسلحة ما رح تأثر علينا ورح يتم تدميرها ولا رح يتم نسيان ما تقوم به دول الناتو طبعا دول الناتو من ضمنها ألمانيا ودول عديدة بالاتحاد الأوروبي وعالميا أما على الشأن العالمي فهناك حدث مهم جدا جدا وهو أن الذهب وصل لأعلى قيمة بالتاريخ وسعر الأوقية بلغ للمرة الأولى ويعني يقترب من الألفين دولار وهو عند ألف وتسعمية وستين دولار ارتفع بشكل جنوني بوقت متسارع جدا وسبب هذا الارتفاع هو نفس ما يحذر منه الخبراء وهو الأزمة الاقتصادية اللي وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة وحالة عدم الثقة الكبيرة بالأنظمة المالية دفع أصحاب الأموال الناس لعدهم أموال وحطيها بالمصارف الآن خايفين على أموالهم لتهبط قيمتها ليصير شيء ليأفلس المصرف اللي خالين بيفلوسهم فلجأوا لشراء الذهب ونتكلم عن رجال الأعمال والأثرياء وأصحاب الشركات الكبرى اللي يعرفون كيف يقرؤون المشهد بطريقة أفضل من الجميع وهم الآن لا يثقون بالعملات الورقية ويشترون الذهب بكميات كبيرة هذا ما أدى إلى وصوله لأعلى رقم قياسي بالتاريخ هذا اليوم يعني تخيلوا كبار رجال الأعمال بالعالم صار ما عندهم ثقة بالدولار ولا عندهم ثقة باليورو ولا عندهم ثقة بأي عملة رسمية فبأي كارثة يعني نحن متجهين نحوها سعر النفط عالميا اليوم أيضا يعني فاجأت جميع ووصل لأقل مستوى من عام 2021 يعني الحرب بدأت 2022 بشهر الثاني نحن نتكلم عن مستوى بصيف 2021 متحديدا شهر أوغوست أو شهر آب لما كان لنخفاف كبير أنا ذاك بسبب جائحة كورونا يعني وصل حتى إلى أقل من الأسعار اللي كان عليها النفط قبل وباء الكورونا اليوم برميل النفط 72 دولار أنا ذاك كان السبب هو فيروس كورونا بـ 2021 بالصيف واليوم السبب هو أزمة اقتصادية عالمية بسببها أصحاب الأموال بطلوا يصرفون أو بطلوا يستثمرون وقللوا من إنتاجهم لأنهم غير مرتاحين للوضع الحالي يعني اللي عنده فلوس هسه اللي عنده مشروع ببالدي أجله ما حد يستثمر ما حد يعمل مشاريع لأن يتصورون يعني أصحاب الأموال بأنه أي لحظة ممكن يحصل تدهور كبير وتروح استثماراتنا بمهب الريح واللي من يسأل عن السبب بأن أسعار المحروقات الآن بالدول الأوروبية لا تزال مرتفعة مثلا الديزل اليوم يعني فوق 160 يورو 60 سنت البنزين فوق اليورو 70 سنت تقريبا ليش هي ما تشبه أسعار عام 2021 سبب أصدقائي هو أن البنزين والديزل قبل حرب أوكراني كان يتمشي رائم الروسيا وهي قريبة وعندها مصافي داخل ألمانيا والدول الأوروبية وصلها النفط الخام الروسي بالأنابيب فتكلف ترخيصة جدا جدا الآن النفط الروسي تقريبا انتهى والبديل هو نفط وبنزين وديزل يعني تخيلوا الدول الأوروبية صارت عجوزية حتى ما تشتري نفط خام متكررة بل تشتري ديزل جاهز تشتري بنزين جاهز لأن يعني تم تصفيته بدول خارج الاتحاد الأوروبي هناك العمال معدهم لا تأمين صحي لا تأمين تقاعدي تكلفتهم قليلة فيشترون الديزل والبنزين بسعرها الخاصة فمثلا الآن الديزل السعودي والإماراتي والنفط الخام العراقي وأيضا يعني يتم شراء من أمريكا وبالتالي الشحن يكون مكلف لأنه بعيد وإيصالة من الموانئ الألمانية لما يوصل بالسفن مثلا من الخليج العربي أو من أمريكا إلى الموانئ الأوروبية مثلا إلى الموانئ ألمانية فإيصالة من الموانئ إلى محطات تعبئة الوقود يكون مكلف كونها عملية معقدة فلذلك سعره يكون مرتفع رغم رخص سعر برميل النفط على صعيد ألمانيا فاليوم تم الإعلان عن شيء يزعج ويستفز الصين بشكل كبير وهو أنه وزيرة التعليم الألمانية اللي هي بتينا فيتنيغا سوف تقوم بزيارة إلى تايوان يوم الاثنين القادم وحسب وزارة التعليم فأن سبب هذه الزيارة هو سبب علمي بحث ولأجل التعاون بمجالات العلوم والبحوث والتكنولوجيا طبعا هاي ثاني زيارة من عام 1997 لمسؤول ألماني إلى جزيرة تايوان المشكلة هي أنه ألماني تريد تقلل الاعتماد على الصين والأمر صعب جدا لأن تصنيع كل شيء بالصين يكون سعره رخيص ومن يقاطع الصين أو يقلل الاعتماد على الصين فهو يعاقب نفسه والمشكلة الأكبر أن الصين ما تعترف بتايوان كدولة مستقلة وتعتقد أنها يعني دولة أو جزيرة تابعة إلها ولازم تخضع يوما ما لسيطرة بكين حتى لو كان الأمر بالطريقة العسكرية وطبعا أي زيارة لمسؤول عالمي إلى تايوان تعتبرها الصين أمر مزعج وعدائي وهو اعتراف بأن تايوان هي دولة مستقلة رغم أن ألمانيا ما معترفة بشكل كامل بهذا الأمر حتى الآن بس أمريكا معترفة بتايوان كدولة مستقرة وكل فترة يزورها مسؤول كبير بين نانسي بيلوسي إلى وزير الدفاع الأمريكي بنفس الوقت وزارة الاقتصاد الألماني نشرت تقرير هذا اليوم وتقول بهذا التقرير أنه تخطية شبكة الهاتف بداخل ألمانيا معرضة للفشل بأجزاء واسعة من البلاد وخلفية هذا الأمر اللي أعلن عنه هذا اليوم هو تقرير لوزارة الداخلية الألمانية يبين خطة ستقوم بها وزارة الداخلية هي أنها ستحقق بحلول الصيف من هذا العام وستقوم يعني ربما بدراسة موضوع حضر شركتين صينيتين شركة الأولى هي اسمها ZTE5 والثانية هي شركة هواوي هذه الشركات هي مو مجرد شركات صينية تصنع هواتف نقالة بالإمكان الاستغناء عنها واستخدام هواتف سامسونج أو هواتف آيفون بل هي شركات تكنولوجية أيضا كبيرة تصنع هواتف وتصنع أشياء أخرى حتى أبراج الانتصالات موجود منها كثير بألمانيا تابعة لهذه الشركات والحضر هو مبرر لأن يعتقد أن الصين تستخدم هذه الشركات لأغرار تجسسية فهناك خوف من أن يكون قرار وزارة الداخلية لصالح الحضر بالصيف القادم وبالتالي تحصن مشكلة كبيرة تأثر على أبراج الانتصالات التي تأمن تخطيط شبكة الهاتف بألمانيا وهذا الأمر حذرت منه وزارة الاقتصاد بتقريرها هذا اليوم على صعيد آخر بألمانيا فتم الإعلان هذا اليوم عن شيء خطر وهو وجود ظاهرة تسمى ظاهرة الأطفال المجرمين طبعا بعد جريمة القتل اللي حصلت بغرب ألمانيا بمدينة فويدنبرغ طفلتين يوم السبت وحده عمرها 13 سنة والثاني عمرها 12 سنة قتلوا صديقتهم المقربة اللي كلهم يروحون وياهم أو يروحون سواء للمدرسة الضحية عمرها 12 عام اسمها لويزة تكلمنا عنها بالقناة قتلوها لأنها أشتر منهم ولأنها مؤدبة ولأنها دائما المعلمين راضين عنها فهذا كان سبب للتنمر الحادثة عملت تفاعل وتعاطف غير مسبوق بألمانيا وبولاية شمال الراين اللي حصلت بها الحادثة يسكنها 19 مليون نسمة رئيس الولاية اسمه هندغيك فوست تكلم عن ظاهرة الأطفال المجرمين فقط بولاية شمال الراين من عام 2022 كان هناك تقريبا 21 ألف طفل عمره تحت 14 عام وهو مشتبه به بارتكاب جريمة بينما بنفس الولاية بعام 2021 كان هناك 14 ألف طفل فقط وهنا نتكلم يعني 21 ألف طفل مشتبه به بارتكاب جريمة بـ 2022 مقابل 14 ألف طفل هي زيادة مقدارها 41% بالجرائم اللي يرتكبها الأطفال فقط بعام واحد بهذه الولاية فعلا هذه ظاهرة خطيرة جدا جدا طبعا ثاني أكبر ولاية بالسكان هي ولاية بافاريا الأمور بها أيضا سيئة وكان هناك 12 ألف جريمة ارتكبها أطفال بـ 2022 أمارهم تحت الأربعة عشر عام وهذا شيء كارثي أن يزداد عدل الأطفال المجرمين والأسباب عديدة أصدقائي منها كورونا اللي ضرب عقول الكبار والصغار تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي اللي هجمت بيوت وشتتت عوائل تطبيقات على الهاتف الجوال مثل تطبيق تيك توك ووجود طبقات مهاجرة جديدة بالمجتمعات هذه الطبقات تساعد على زيادة التنمر المعادات الخلافات بين الأطفال تحديدا المراهقين طبعا بنسبة لتطبيقات الهاتف فهي تأخذ عقل الأطفال والمراهقين ومثلا اليوم بألمانيا تخيلوا توفي طفل أو مراهق عمر 17 عام بمدينة أوسنابروك بسبب أنه كان يبحلق بهاتفه وكان يعني تمشي على سكة القطار ووقف على السكة وظل يبحلق بالهاتف مدرش كان يباوع فأتى القطار ودهسه تخيلوا الهاتف الذكي يعني يدمر عقل المراهقين وحتى يأثر على الحواس الخمسة للطفل يجعله مثلا يفقد السمع أو الانتباه لوهله من الزمن وبالتالي يعني يفقد حياته بحادث مأساوي بهذا الموضوع وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادعتوا تحياتي لكم مع السلامة